بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله سؤال جاءني من الفيديو قبل الماضي واحدة مش مخلفة وكتبت كل أملاكها لواحد غريب وعجبي وعجبي ومن يعصي الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ومن يعصي الله ورسوله ويتعد حدوده في المواريث ويتعد حدوده في المواريث وربنا بيّن مراسي اللي مش مخلف مواريث حد غريب يعني ما يورسكيش وانت قاعدة بتشربي فنجان قهوة قلت قطعو اخواتي قطعو حكتبها من محمد من اللي بيجيب لي كورومبا من السوق وبيخدمني لا محمد يخدمك يجيب لك كورومبا من السوق ادلق قريته من قدم عملا استحق به أجر قانون الإسلام إلا إذا تنازل حتة فقه قد كده قال والله العلي العظيم ما نواخد ولا جني أنا عملها لوجه الله أنا معايا لأن الخوف كل الخوف من التنازل بسبب الحياء وقد نبه إليه الفقهاء لكن أنت تعديتي حدود الله ما عبرتيش كلام ربنا قلت مالي وأنا حيا فيه فيش كده قل الجماعة اللي بيقولوا كل ما بإنسان حي هو حر في مال وقل لهم كده قل لهم يعني حر يكتب كل ممتلكاته لواحد غير وارث دي ربنا حيقولك أنت حرة في مالك ربنا حيقولك لغيتي كلامي ليه أورث اللي ملوش مراس وأحرم اللي له حق في الميراس زرغتي لياما وأنا في مار جهنم وهم لحد زرغت ساعتها ولا تملك لي شيء ولا أنا أملك لها شيء واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا أنت لما تموتي بعد عمر طويل وحسن عمل لنا كلنا الدعوة دي يا رب أنا عم قدم لكم خطة جمعة النهاردة مخلصة من دقائق موضوعها تحفى من آيات استثمار القرآن الكريم والتدبر فيه وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر أمر ربنا يعني قيام الساعة دردكة السماء ودردكة الأرض من ناع ربنا تاخد نفخة واحدة وقلت من آثار التدبر لكتاب الله إن اللي أمره كلمح البصر وصورة النحل إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير قدر يشفينا في لحظة ويعافينا في لحظة ويرفع الكرور في لحظة وكله عند ربنا كلمح البصر أو هو أقرب حنشرها لكو لما تحمل إن شاء الله حنشرها لكو لما تحمل بوسمعوها واللي بيحب ربنا ينشرها انشره وتؤجره سؤال زي ده مع كوكة فيه كتير من الناس إيه كتابة أكتب لمين وماكتبش لمين تحت حجة كل واحد حر في ماله مش كل واحد حر في ماله أقسم برب الكعبة ما كل واحد حر في ماله وحر في ماله وجيب بيه مخدرات حر في ماله ويرميه في الزبال الثقافة دي لازم تؤف ليس كل ذي مال حرا في ماله لأنه مقيد بالوجوه التي ينفق فيها ماله يبقى حرية جتهم منين ده يتخلو متجوزة من ثلاثين سنة مربية الرعيال أحسن تربية وظابط وأخصائية هي المهم إيه ما أعرفش بقى ما قريتش غير كده متجوزة ريجع تاني السؤال جوزي ده جوزي بيشتمني وهزقني وزمان كان بيضربني مش قادرة أستحمل وتصعب عليها نفسي ومكملة عشان ولادي وهم ولادك ماتوا كملي برضو عشان ولادك وانت تعودت تلاتين سنة بقى خلاص بقى تشتمة بالنسبة لك شيء تافي يعني متركزي بقى كنت مرت من تلاتين سنة ايه يعني مستنياني حقولك اتطلقي ولو انت عايزة تتطلقي ايه الأرار أرارك مش أرار شيخي الأزهر ولا مبروك عطيه انت قادرة فيك قدرة للتحمل الله يعينك ما فيكش قدرة للتحمل سبيه وسبي اللي جابوه لا إكره في دين ولا إكره في عيشة ولا إكره ولا كذا ولا كذا ربيتي أحسن تربية وانت بتقدر بيزاي انت عندك طاقة جبال بقى تتلاتي علقة وطلعي مهندس والدكتور وأخصائي اجتماعية وفقنات زي الفل أكيد يعني مش ضرب شغال على طول شغال على طول وستحملت عشان العيال لما تخرجوا العيال وليسا الغاية دلوقتي بيشتم ويضرب بالورقة والألم وقولي ماذا لو تركته هروح فين هسكن فين حاكل منين وحشرب منين ودرسيها وما ابتكرش ان فيه واحد يستحمل تلاتين سنة عشان هولاده ما ابتكرش ان حد ممكن يستحمل ضربه وشتيما وقلت قدب تلاتين سنة أكيد تلاتين سنة دول حصل فيهم مصرات وأعياد ورمضان جانا وفرحناب وصحرنا مع بعض وأكيد التقينا لقاء حميكي حميكي ومن خليفنا العيال منين كان بليتك العلقة وينام جارك ويجيب العيال أكيد كان بقول يا أوحي يا الدولي جيوحي إن الحسنات يذيبنا السيئات قدرنا إحنا اللي اخترنا مش ربنا كتبوا علينا ولا فيش واحد بروح يخطب بقول أنا حضرب بيقول اللي بوصلها بعين أكله لو قد يحمش وهو اللي يطلع روحها فإنت أدرى بقرارك كل امرأة اسمعني أدرى بقرار طلاقها لا يفتيها عالم معترم قولها الطلق الطلق ده إيه هي اللي عايشة هي اللي عرفة قدرتها هي اللي عرفة الحسنات اللي فيه هل تغلب سيئاته ولا لا إنما كله بداية بداية يعني بنتجاوز عشان نسبة إن إحنا تجاوزنا أو بنتجاوز عشان نجيب عيلين ونسيب راحبكم لا إكراف في دين ولا إكراف في الطلاق أنا باقي الدنيا كلها مش أنا اللي بغيحها ربنا اللي رايح ألف إمساكم بمعروف أو تسريحهم بإحساق بتضرب بتضرب برضو ما قلت ليش تضرب بشكله إيه لو كان بألم رصاص أقول لي بقى الراجل عارف ربنا لو كان بالشلاليط وبليد تويعجن وزرق ولون الجلد ما يتعشم عهلي لوحده اسمه مجرم اسمه مجرم الله الغاني عنه فهمنا القصة اللي خلفت وكتبت كل أملكها لواحد غريب عاصية ومتعدية لحدود الله بعد ما تموتي مش هتحسي بمين خد ومين ما خدش ولا ليك دعوة بالدنيا إلا من ثلاثة عمل ودي عملك كسوي ده يا طلبت كل أملكك اللي واحد مش هيوريسك ربنا قال دم يا يوريسي واحد بيخدمني أديله أجرة كاش على الباب جنيه اتنين خمسة حسب المجهود اللي بزله أكتب له وسيب اللي ربنا قال يا يوريس المال ماله الله وبوفاة صاحبه رد الماله إلى صاحبه فوزعه سبحانه وتعالى والله يوزع كيف يشاء دمتم بخير بوي 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 يا حلوي